اول ابتسامة فيك في حياتي وانا انتظار طالع على الهوى بصراحة بس وزاحمد عود المخرج العظيم بتاعنا قال لي قبل ما خش خليك شوية مبسوط بلاش الحزن يبان عليك بس والله معارف هداري والله معارف هداري وانا اقولت فاطفض معاكو ادي لن فاطفض مع بعض اجماعة الواحد عاش نص عمره نص عمره بيعاني بسبب بيب جورديولا النص التاني بنحاول نخليه عاني بنحاول نخليه عاني اقول ساب برشلونة هيرحمني شوية مفيش يجيلي على باين ويتعبني في دول الابطال يسيب باين ونروح مانشستر تيتي نقول ها هيفشل في الدول الانجليزي والامور في الانجلترا صعبة وبيب جورديولا والكرة بتاعته الحلوة دي مش هنشوفها في انجلترا يا كل اغدر واليابس طيب انا زهد كفاية بيب جورديولا جماعة اصلا عارف انت المقارنات اللي هي بتتقال دايما يقولك ايه لا 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 ما تقارنش الكرة بتاعتنا في مصر بالكرة الاوروبية الكرة يعني المقارنة ظلمة وما تقارنش الكرة الاوروبية بالكرة اللي بيقدمها جورديولا عشان المقارنة برضو هتبقى ظلمة الراجل بيلعب كرة مختلفة عن اي حد في العالم اه ممكن تكسبه استثناء تكسبه استثناء ولما تكسبه يبقى هو اللي كان وحش يبقى هو اللي عمل حاجة اللي بيسموها الأوفر كوتشنج ألف تأليفة فبوزط له الدنيا بس العادي العادي انه بيب جورديولا بيكسب مع اي فرقة ويسيبك من الكلام المستقل اللي يقولك ايه اه يا عمد ديني الفلوس اللي بتتصرف على منشستر سيتي ديت وانا اقبقى زي بيب جورديولا ده كلام فارغ عشان يونايتد بيتصرف عليه ريال مدريد بيتصرف عليه برشنوة بيتصرف عليه ارسلن بيتصرف عليه ليفاربول بيتصرف عليه كل الفرقة في العالم بيتصرف عليها فلوس كتيرة جدا وطبعا باريس انجرمان وانتو شايفين باريس انجرمان والاسماء اللي عندهم بيب جورديولا هو حالة خاصة جدا في كرة القدم شوف انا الا بكلمك على منشستر سيتي ولا بكلمك على ريال مدريد انا بكلمك على بيب جورديولا مؤذلي النفس مؤذلي النفس اللي ما بيشجعش الفرق اللي بيدربها بيب جورديولا بس هيبغته هناء وساعدته حياتו المشرقة اللي بيشجع فرق بيدربها بيب جورديولا معلش نعترف يعني أنا النهاردة قلت هاخش اعترف هنا دايما نقعد نقول ايه هاد يا عام بيب جورديولا بتاعكو هاد يا عام الأوفيركوتشنج بتاع بيب جورديولا بيقلف بيفلسف عنده مش عارف لعيبة حلوة طيب لعيبة حلوة معادي بروين كان في تشيلسي ومشوه برناندو سيلفا يعني كان لعيب جيد جريليش اوفر ريتد في انجلترا ويقول الناس بتقول عليه اوفر ريتد ومش عارف ايه قبلها ستينينج لعيب سايق جيسوس لعيب سايق وكر مش اساسي منتخب انجلترا هات بقى اي لاعب رودري من من العدم خلى افضل لاعب وصف مدافع في العالم عنده ما هو ده مدرب تاني انا هقول الجملة دي تاني وركز فيها لو انت رافض المقارنة بين الكرة في مصر او الكرة في الشرق الاوسط او في افريقا والمقارنة بينها مع الكرة الاوروبية فعندك حق بس كمان ارفض المقارنة بين الاوروبية والكرة اللي بيقدمها بيب جورديولا عشان المقارنة ظالمة جدا انا النهاردة ما حسيتش بالاهانة انا راجل بشج على الهان المدريد وبحب الهان المدريد ما حسيتش بالاهانة فيه فرق كبير يا جماعة ما اه مهر يرما دي فيه لعيبة عظيمة واستورية وهم اللي كسبوا منشستر سيتي السنة اللي فان في دول ابطال ايه اللي حصل يعني انت بتأفور ليه بتسحف بتاكل النجيلة بتتعذف في اخر دقيقة ومستني معجز عشان تكسب منشستر سيتي او تكسب فرقة بيضربها بيب جارديولة طول الوقت كده بيجيب اخرج عشان تحاول تكسب واستثناءات مش قعدة مستفز او يا جماعة ده انت غريب يا اخي وبعدين طب ما حدش بيعرف يقلده ما حدش بيعرف ياخد منه تقول ايه هيخسر الدولة الانجليزي السنة دي لا لا ارسل في احسن احواله وفارق بتمن تسع نقط وارتتا هيهزم معلمه بيب جارديولة هب تاك 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 يتصدر وياخد الدولة على طول من غير ما تحس من غير ما تحس تقول اصل في دولة ابطال اوروبا بقى يجي بقى شخصية ريال مديد في المباراة التانية بعد ما تعدلوا في مباراة الزهاب وتاريخه وده حقيقي يعني بالمناسبة مش بن فيها بس الواقع يعني المنطق يعني ما طبيعي بيكسب في الاغلب وفي استثناءات يعيني على الانتر يعيني على الانتر والله صعبان عليها الانتر في النهاج مش قادر اتخيل حتى ان الانتر ممكن يعمل مفاجئة مش قادر اتخيلها اه الجمل الشهير اللي هي بتاعت الكرة ملهاش كبير والكرة 90 دقيقة ومجهود اللاعبين والله هيبقى مخلص اكتر والله عنده روحك كل الكلام ده معاك بس مش مع الوحوش بتاعه منشستر سيتي ومدربهم بيب جورديولا يعيني على الانتر واللي بيحب الانتر الزميل عزيز محمود ابو الرقب كتب على تويتر بعد المباراة بعد مباراة منشستر سيتي وليما ده هو بيشجع انتر جدا بيحب الانتر قوي قالك هي المكافأة بتاعت المباراة النهائية كام او دلوقتي خلاص بقى بيفكر في المكافأة المالية بتاعت المباراة النهائية مش انك تكسب المباراة النهائية اه طبعا الانتر كان احسن له الان مديد وان كان الان مديد كان هيبقى الطرف المرشح الاكتر بس هتعرف تجين معاه وتاكل معاه شوية سيتي لا مؤذي فرق موزي وبعدين انت على وشك تكرار الرقم الانجليزي التاريخي اللي منشستر ينايت طول الوقت بيعاير بيه الجميع في انجلترا انا اللي خدت السلسية منشستر سيتي يا جماعة بياخد الدوري هياخد دوري ابطال اوروبا وغالبا هياخد كسل الاتحاد الانجليزي قدام منشستر نايت يعني هياخد السلسية غالبا واضحة وضوح الشمس حرام عليك يا بيب جورديولا حرام والله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة